موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسنين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله وقاتكم عزيزي الطالب والطالبات وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء للصف التاسع وعنوان درسنا لهذا اليوم أكاسيد الفلزات وأكاسيد اللافلزات بعون الله من خلال درس اليوم نتطلع منك عزيزي الطالب أن تحقق الأهداف التالية الهدف الأول تصنف الأكاسيد إلى أكاسيد حمضية أو قلوية فلأكاسيد الفلزات طبيعة قلوية أما أكاسيد اللافلزات فذات طبيعة حمضية الهدف التالي أو الهدف الثاني تصنف عزيزي الطالب الأكاسيد الأخرى إلى أكاسيد متعادلة أو أكاسيد متذبدبة ولها اسم آخر إنفوتيرية قبل أن نبدأ بالأكاسيد الحمضية والأكاسيد القاعدية دعونا نتساءل ما هو الأكسيد في البداية ما هو الأكسيد الأكسيد هو مركب كيميائي يحتوي على ذرة أكسوجين واحدة على الأقل مرتبطة كيميائيا بذرة عنصر آخر نأخذ أمثلة على ذلك أمثلة على الأكاسيد بشكل عام مثلا ثاني أكسيد النيتروز ثاني أكسيد الكربون أكسيد الماغنيسيوم أكسيد الكارزم تلاحظ عزيزي الطالب هنا لاحظ معي أن كل هذه المركبات تحتوي على أكسوجين على الأقل ذرة واحدة هنا في المركب الأول NO2 فيحتوي على ذرتين من الأكسوجين CO2 ذرتين أكسوجين MGO ذرة واحدة من الأكسوجين CAO ذرة واحدة من الأكسوجين وذرة ذرة عنصر أخرى ربما تكون فليزية ربما تكون لا فليزية ربما تكون شبه فليزية فيعتمد على نوع العنصر وأكسيد أو الأكسيد مركب الكيميائي الأكسيد يتكون غالبا من اتحاد العنصر مع الأكسوجين بظروف معينة فمثلا نأخذ مثال باهر اللي هو الماغنيسيوم الماغنيسيوم الصلب طبعا ماغنيسيوم فليز عندما يتفاعل مع الأكسوجين عندما يتفاعل مع الأكسوجين بشرارة كهربائية بشرارة كهربائية أو شرارة من لهب بنزين بوقود الأكسوجين فإنه يحترق ويكون أكسيد الماغنيسيوم الصلب ويصاحب هذا التفاعل توهق قوي وإشعاع قوي وانطلاق حرارة الناتج هذا يسمى أكسيد الماغنيسيوم وهو أكسيد حمضي أو قاعدي أو قلوي سوف نأخذه بعد قليل سوف نعرف أو نصنف هذه الأكسيد إلى متعادلة وحمضية وقلوية وقاعدية هذا بشكل العام اللي هي أمثلة على الأكسيد وفي أمثلة أخرى هناك مثلا أكسيد السيليكون وهناك أيضا أكسيد الألمنيوم وأكسيد الرصاص إلى آخر جميل هذا هو الأكسيد إذن الأكسيد هو مركب كيميائي يحتوي على ذرة أكسوجين واحدة مرتبطة كيميائيا بذرة عنصر أخر جميل نأخذ الآن أنواع الأكاسيد الأربعة طبعا لدينا أربعة أنواع من الأكاسيد اللي هي الأكاسيد الحمضية والأكاسيد القاعدية والأكاسيد المتعادلة والأكاسيد المتذبدبة أخذ أمثلة لكل نوع من أنواع الأكاسيد ولماذا تصنف أو كيف نفرق بين الأنواع الأربعة الواضحة أمامكم في البداية نأخذ أول شيء الأكاسيد الحمضية ما هي مميزات الأكاسيد الحمضية؟ الأكاسيد الحمضية هي أكاسيد لا فلزات أكاسيد لا فلزات تتفاعل مع الماء وتعطي حمضا إذن إذا حصلت أكسيد مرتبط بذرة بذرة عنصر هذه العنصر فلز أو لا فلز نقول مباشرة أن الأكسيد هذا مال حمضي وعندما تتفاعل مع الماء تدوب أو تدوب في الماء فإن المحلول الناتق هذا يكون له خواص حمضية أيضا من خصائص الأكاسيد الحمضية أن هذه الأكاسيد طبعا تحتوي على لا فلزات من المجموعة الرابعة إلى المجموعة السابعة في القلوبة الدورية قلنا نحن من المجموعة الأولى والثانية تكون والثالثة غالبا تكون ماذا؟ فلزات الرابعة إلى الثامنة تكون مالها لا فلزات فعندما يكون الأكسيد يحتوي على عنصر من المجموعة الرابعة إلى المجموعة السابعة نقول أن هذا الأكسيد مباشرة ماله أكسيد حمضي أكسيد حمضي نأخذ مثال المعادلة العامة هي أكسيد لا فلزي أو أكسيد حمضي أكسيد لا فلزي أو أكسيد حمضي عندما يتفاعل مع الماء يذوب في الماء فإنه يكون ماذا؟ حمض نأخذ مثال أو نأخذ أمثلة مثلا ثاني أكسيد الكبريت عندما يتفاعل مع الماء فإنه يكون حمض يسمى بحمض الكريبتوز ثاني أكسيد الكربون عندما يتفاعل مع الماء فإنه يكون حمض الكربونيك ثاني أكسيد النيتروجين عندما يتفاعل مع الماء فإنه يكون حمض النيتريك فنسمي هذه الأكاسيد أكاسيد حمضية لأنها عندما تفعل مع الماء المحلول الناتق ينتج خواصة حمضية فنسميه أكسيد حمضي مباشرة المعادلات الواضحة أمامكم هي المعادلات اللفظية نكتب المعادلات الرمزية لبعض المعادلات مثلا ثاني أكسيد الكبريت مثلا SO2 زائد الماء H2O طبعا هنا في الحالة الغازية وهنا في الحالة السائلة عندما يتفاعل أو عندما يذوب ثاني أكسيد الكبريت في الماء فإنه يكون حمض الكريبتوز H2SO3 محلول مثال آخر ثاني أكسيد الكربون CO2 وهو في الحالة الغازية عندما يذوب في الماء H2O في الحالة السائلة فإنه يكون حمض الكربونيك H2CO3 هذا حمض الكربونيك على شكل محلول وبالتالي هذه الأكسيد عندما تذوب في الماء المحلول الناتق خصائص حمضية فنقول أن هذا الأكسيد حمضي مباشرة وهذا الأكسيد الحمضي يكون في الغالب الذرة المصاحبة للأكسوجين تكون مالها لا فلزية وهنا أيضا ثاني أكسيد النيتروجين عندما يتفاعل مع الماء طبعا في الحالة الغازية عندما يتفاعل مع الماء أو في الحالة السائلة فإنه ينتق حمض النيتروج HNO3 زايد NO اللي هو أكسيد النيتروج لا داعي لكذابته الشيء المميز أنها كلها تنتق مالها أحماضا لذلك المحلول سوف يتصد بأنه مال حمضي تم ما هو تأثير إضافة ورقة تباع الشمس أو الدليل العام للمحالي السابقة يعني المحالي عندنا حمض الكربتوز وحمض الكربونيك وحمض النيتروج إذا أتينا بحبة أو ورقة تباع الشمس ووضعناها في المحلول كيف سيتغير لونها؟ طبعا سوف تتغير إلى اللون الأحمر لأن قلنا الأحماض تحمر ورقة تباع الشمس لذلك نقول أن عند إضافة عند إضافة ورقة تباع الشمس سوف سوف تتغير إلى اللون الأحمر ليش؟ لأن المحلول حمضي والأحماض تحمر ورقة تباع الشمس أما عند إضافة محلول الكاشف العام طبعا الكاشف العام هو اللي يستخدم لي الكاشف كذلك عن الأحماض والقواعد لكن له ألوان مميزة بحيث أن عندما أرى اللون أعرف هل هذا حمض ضعيف حمض قوي لآخره طبعا أخذته الألوان في الدروس السابقة طبعا عند إضافة محلول الكاشف العام سوف يتغير اللون هنا ليس هناك لون محدد يعتبر يعتمد على قوعد لكن اللون سوف يكون إما أصفر أو أحمر أو برتقالي مثلا بالتالي هذه الألوان تدل على أن هذا المحلول حمضي مباشرة يمي يمكن لازلنا في الكاسيد الحمضية إذن عرفنا ما هي طبيعة المحلول عندما يذوب أكسيد لافلزي في المحلول فإنه ينتج أكسيد حمضي وكيف يمكن الكشف عن هذا الحمض عن طريق ورقة تباع الشمس أو الدليل العام وما هي المعادلة معادلة التفاعل العامة لتفاعل الأكسيد الحمضي مع الماء أيضا الأكاسيد الحمضية بما أن لها صفح خواص حمضية فممكن تتفاعل مع القواعد لتكون ملحا وماء طبعا خذناها في الدرس الماضي أن هذا التفاعل الذي يتفاعل في محلول حمضي مع محلول قاعدة وينتج ملح وماء سمينا ماذا؟ تفاعل التعادل حسب المعادلة التالية المعادلة العامة لهذا التفاعل هي تفاعل الأكاسيد الحمضية مع القواعد أكسيد حمضي زائد قاعدة يعطي ملحا وماء وهذا التفاعل ممكن تسميه تفاعل التعادل لأنه نفس النواتك عندما تتفاعل محلول حمضي مع حلو قاعدة ينتج ملح وماء كذلك عندما يتفاعل محلول أكسيد حمضي مع القاعدة ينتج ملحاً وماء مثال على ذلك مثلاً تفاعل ثاني أكسيد الكربون هذه المعادلة اللفظية واضحة أمامكم زائد هيدروكسيد الصوديوم النواتيك كربونات الصوديوم زائد ماء إذن كربونات الصوديوم يعتبر ملح والماء ماء وثاني أكسيد الكربون يعتبر ماذا؟ أكسيد حمضي لو مثلاً نكتب المعادلة الرمزية ثاني أكسيد الكربون وفي الحالة الغازية زائد هذا ثاني أكسيد الكربون هيدروكسيد الصوديوم N-A-OH وفي الحالة القلوية الزائب محلول عندما يتفاعل أكسيد حمضي مع قاعدة ينتج ملحاً وماء الملح الأيون الموقب جاي من وين؟ من القاعدة N-A اللي هو كربونات الصوديوم N-A2CO3 زائد الماء اللي هو أتشته هذا ثائب وهذا سائب فبالتالي ملح زائد ماء ملح زائد ماء إذن الأكسيد الحمضية أيضاً تفاعلها مع القاعدة يعتبر تفاعل تعادل بحيث أنها تنتج ملحاً وماء ننتقل إلى الأكسيد الآخر وهو الأكسيد القاعدية الأكسيد القاعدية ما هي مميزات هذه الأكسيد وما هي خصائصها؟ هي أكسيد في الزات ما قلنا الأكسيد الحمضية أكسيد لا في الزات الأكسيد القاعدية هنا تكون أكسيد في الزات تتفاعل مع الماء وتعطي قاعدة أو قلوي وهذه الأكسيد تحتوي على ذرة أكسوجين وذرة أخرى من المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية لأن نقلنا المجموعة الأولى والمجموعة الثانية تعتبر في الزات فلذلك ستتوى على ذرة واحدة من هذه المجموعتين بشكل عام المعادلة العامة هي عندما طبعاً نفس الشيء الأكسيد الفلزية ناتجة من تفاعل الفلز مع الأكسوجين وينتقلنا أكسيد في الزي هذا الأكسيد الفلزي عندما يذوب في الماء فإنه ينتق قاعدة أو قلوي إذا ذابت الأكسيد الفلزي في الماء فنقول أنه قلوي إذا لم يذوب فنقول أنه قاعدة بشكل عام ينتق قاعدة نأخذ مثال أمثلة أكسيد الصوديوم وهو أكسيد فلزي قاعدة أكسيد قاعدة يميل عندما يتفاعل مع الماء يذوب في الماء وينتق هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم يعتبر محلول قلوي إذن سوف يكون هذا المحلول له صفات قلوية فنقول أن هذا الأكسيد الذي ذاب في الماء أكسيد قلوي أو أكسيد قاعدي أكسيد الكاليسيوم كذلك عندما يتفاعل في الماء سوف يكون هيدروكسيد الكاليسيوم وكذلك هو الحال في أكسيد المغنيسيوم نفس المعادلة هذه المعادلات اللفظية نكتب المعادلة الرمزية أكسيد الصوديوم أكسيد الصوديوم الصلب عند A O أكسيد الصوديوم الصلب عندما يتفاعل مع الماء فإنه ينتق هيدروكسيد الصوديوم المادة القلوية الذائبة في الماء لذلك المحلول هذا سوف يتصب بخصائص قاعدية فنقول أن الأكسيد هنا أكسيد قاعدي حتما أكسيد الكاليسيوم هو في الحالة الصلبة كذلك عندما يتفاعل مع الماء وبالحالة السائلة يذوب في الماء فإنه يكون هيدروكسيد الكاليسيوم على شكل محلول ذائب في الماء وهذا المحلول له صفات قاعدية أو صفات قلوية لذلك نقول أن هذا الأكسيد أكسيد قاعدي كذلك هو الحال في أكسيد المغنيسيوم إذن ما الذي سوف يحدث عند إضافة ورقة تباع الشمس أو الدليل العام إلى المحاليل السابقة يعني عندي محاليل هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد الكاليسيوم وهيدروكسيد المونيسيوم ما الذي سوف يتغير إذا أضفنا المحلول أو ما هو اللون الذي سوف يتغير إليه الورقة أو الكاشف العام عند إضافة ورقة تباع الشمس سوف تتغير إلى اللون ماذا يترى؟ بما أن المحلول قلوي أو قاعدي إذن سوف يتغير إلى اللون الأزرق عند إضافة هذا عند إضافة تباع الشمس لكن عند إضافة الدليل العام عند إضافة الدليل العام أو محلول الدليل العام محلول الدليل العام سوف يتغير اللون إلى بما أن المحلول قلوي أو يحمل صفات قلوية أو قاعدية فنتوقع أنه سوف يكون إما أزرق أو يكون مثلا أرقواني أو مثلا بنفسقي فبالتالي سوف يتغير للون الأزرق مثلا أو الأرقواني اللي هو البنفسقي بهذا التدريقات هذا بالنسبة للأكاسيد القاعدية كذلك الأكاسيد القاعدية يمكن بما أنها لديها صفات قلوية أو صفات قاعدية فإنها ممكن تتفاعل مع الأحماض اللي تكون ملحا وماء مثلها مثل الأكاسيد الحمضية تتفاعل مع القواعد وتكون ملح وماء كذلك الأكاسيد القاعدية تتفاعل مع الأحماض وتكون ملح وماء وهذا التفاعل سمينا بماذا تفاعل التعادل المعادلة العامة لهذا التفاعل هي كالتالي أكسيد قاعدي أكسيد قاعدي وأكسيد فيلزي زائد حمز يعطينا ملحا وماء مثال على ذلك أكسيد الماغنيسيوم أكسيد الماغنيسيوم MgO أكسيد الماغنيسيوم عندما يتفاعل مع حمز الهايدروكلوريك وهو HClQ عندما يتفاعل الأكسيد هذا اللي هو الأكسيد القاعدي أكسيد الماغنيسيوم مع HCl فإنه ينتق ملحا وماء الملح هو كلوريد الماغنيسيوم MgCl الMg أتى من ماذا؟ أتى من الأكسيد هو الأيون الموجب في الأكسيد والCl هو الأيون السالب من الحمز اللي هو حمز الهايدروكلوريك زائد الناتق الآخر هو الماء مباشرة H2O طبعاً وهنا دائب جميل هذا مثال لتفاعل التعالل بين الأكسيد القاعدية والأحمار ننتقل إلى النوع الثالث من الأكسيد وهي الأكسيد المتعادلة ماذا تتصف هذه الأكسيد؟ هي أكسيد لا تتفاعل مع الأحمار أو القواعد حتى لا تتفاعل مع الماء ولا تظهر خواصة حمضية أو قاعدية وهناك أمثلة محدودة أو أمثلة قليلة لهذه الأكسيد المتعادلة فقط أحفظ هذه الأمثلة وبقية الأكسيد تكون ماذا؟ أكسيداً حمضية لأننا قلنا حسب القاعدة العامة الأكسيد الحمضي هو أكسيد لافليزي هناك هذه الأكسيد المطروحة أمامكم كلها أكسيد لافليزية لكنها ليست حمضية فقط هناك قواعد أو هناك أمثلة شاذة عن القاعدة العامة لكن بشكل عام الأكسيد اللافليزية هي أكسيد حمضية هذا بشكل عام فقط هناك أربعة أو ثلاث مركبات تخرج عن القاعدة وهي أكسيد النيتروز N2O هو يسمى بغاز الطحق وأكسيد النيتريك NO وأول أكسيد الكربون أو أحادي أكسيد الكربون CO والماء هذه الأكسيد هي أكسيد لافليزية ونتوقع أنها تكون أكسيد حمضية حسب القاعدة العامة لكن هذه الأكسيد لا تتفاعل مع الأحماض والقواعد لا تظهر خوصاً حمضية أو قاعدة حتى أنها لا تتفاعل مع الماء لذلك نصفها بأنها أكسيد متعادلة غير ذلك أو ما عدا ذلك نقول أنها أكسيد حمضية إذن ممكن نقول أن أكسيد متعادل زائد حمض لا يحدث تفاعل أو أكسيد متعالل زي القاعدة لا يحدث تفاعل هذا بالنسبة للأكاسيد المتعادلة آخر نوع من أنواع الأكاسيد هي الأكاسيد المتذبذبة أو المترددة ما هي خصائص هذه الأكاسيد؟ عادة أنها تكون في حالة صلبة لا تتحلل في الماء أو تتفاعل معه تتصرف كالحمض عندما تتفاعل مع قاعدة وتتصرف كالقاعدة عندما تتفاعل مع حمض إذن هي مركبات ذات وقهين تتفاعل مع الأحماض وتتفاعل مع القواعد تحتوي هذه الأكاسيد على فلزات إذن أكاسيد المتذبذبة هي أكاسيد فلزات وهناك كذلك أمثلة بسيطة التي هي أكسيد النحاس وأكسيد الزينك وأكسيد الرصاص وأكسيد البريليوم وأكسيد الألمنيوم وأكسيد القصدير إذن بما أنه أكسيد متذبذب أو أنفوتوري أو أكسيد متردد فنتوقع أن هناك معادلتين لهذا الأكسيد الذي هو الأكسيد المتردد أو المتذبذب وهما كالتالي ونأخذ المعادلتين ومثال لكل واحد منهما أكسيد متذبذب زائد حمض قلنا أنه يتفاعل مع الأحماض ومع القواعد نأخذ المثال أول عندما يتفاعل مع الحمض فإنه يكون ملح وماء إذن هو تفاعل تعادل نعم صحيح هو تفاعل تعادل إذن تفاعل الأكاسيد الحمضية وتفاعل الأكاسيد القاعدية مع الأحماض ومع القواعد تعتبر تفاعلات تعادل كذلك الأكاسيد متذبذبة عندما تتفاعل مع الحمض والقواعد فإنها يسمى تفاعل تعادل ليش كلها تسمى تفاعل تعادل لأنها كلها تكون نفس النتائج ملحا وما نأخذ مثال لذلك أكسيد الألمنيوم أكسيد الألمنيوم AL2O3 في الحالة الصلبة يعتبر أكسيد متذبذب لأنه يتفاعل مع الأحماض مثل الحمض الهايدروكلوريك H2O Liquid ويعطينا ملحا وماء الملح هو كلوريد الألمنيوم ALCl3 صلب زائد ماء اللي هو H2O Liquid جميل هذا مثال لتفاعل الأكسيد الألمنيوم مع الحمض بما أنه متذبذب إذن نتبقى أنه سوف يتفاعل مع القاعدة نعم سوف يتفاعل مع قاعدة إذن أكسيد متذبذب زائد قاعدة يعطي نفس النتائج ملحا وماء طبعا يختلف الملح حسب القاعدة أو حسب الحمض لكن الماء هو نفس الناتج إذن أكسيد الألمنيوم مرة أخرى بما أنه أكسيد متذبذب إذن نتبقى أنه سوف يتفاعل مع القاعدة أو مع هيدروكسيد الصوديوم NaOHQ محلول لأنه ذائب في الماء يعطينا ألمينات الصوديوم NaAO2 هذه يسمها ألمينات الصوديوم زائد طبعا ذائبا نفس الشيء زائد الماء وهو الناتج الآخر فهذا ملح وهذا ماء وهذا هو مثال لتفاعل أكسيد المتذبذب أكسيد الألمنيوم مع الماء مع العفوان هنا ليس الماء هنا HCl AQ هذا مثال لتفاعل أكسيد الألمنيوم المتذبذب مع القاعدة ومع الحم نفس المعادلة أو نفس الطريقة تفاعل أكسيد الزنك ZN O وتفاعل أكسيد النحاس CO وتفاعل أكسيد الرصاص والبريليوم والألمنيوم والقاستير لاحظنا القاستير هنا يعتبر شبه فلز يعتبر شبه فلز لكنه عندما يكون على شكل أكسيد فإنه يصنف أنه أكسيد متذبذب نأخذ مجموعة من الأسئلة حول موضوع الدرس أي الأكسيد الآتية يكون أكسيداً حمضياً على الأغلب بما أنه أكسيد حمضي بما أنه أكسيد حمضي فنتوقع أنه يكون ماذا؟ أكسيد لا أكسيد أكسيد لا فلز يعني الأكسوجين متحد مع عنصر لا فلز من من هذه العناصة طبعاً الأكسيد موجود؟ في كل المركبات لكن من هو العنصر الذي يعتبر لا فلز النحاس يعتبر فلز الصوديوم يعتبر فلزي المغنيسوم كذلك وهو كذلك في الكاليسيوم العنصر الوحيد الذي يعتبر لا فلز هو الكربون فنتوقع أن الإقابة تكون ماذا؟ ثاني أكسيد الكربون يكون أكسيداً حمضياً عندما يذو في الماء السؤال الثاني ما العنصر الذي يحتوي الأكسيد على ذرة واحدة منه على الأقل؟ قلنا ويش هو الأكسيد؟ هو عبارة عن مركب كيميائي يحتوي على ذرة أكسوجين واحدة على الأقل وذرة عنصر أخرى فكل الأكسيد تحتوي على ذرة واحدة على الأقل من ماذا؟ من الأكسيد من الأكسوجين إذن نتوقع أن الإقابة تكون ماذا؟ الأكسوجين وهي الإقابة الصحيحة إذن الأكسوجين لزاماً أن يكون موجوداً في الأكسيد درة واحدة على الأقل فموجود في جميع الأكسيد سواء كانت أكسيد فيلزية أكسيد لا فيلزية أكسيد متعادلة أكسيد مترددة الأكسوجين موجود السؤال الثالث أكسيد الخارصين زد أن أو عبارة عن أكسيد يمكن أن يتفاعل مع الأحماض ومع القواعد إذن هذا أخط عليه تحت خط بما أنه يتفاعل مع الأحماض والقواعد نتوقع أن يكون ماذا؟ أكسيد ويش؟ كما هم وضح حسب المعاللتين الواضحتين أمامكم ما الاسم الذي يطلق على الأكسيد الذي يتفاعل مع كل من الأحماض والقواعد؟ إذن هذا أكسيد الزينك أو أكسيد الخارصين ماذا يسمى إذا يتفاعل مع الأحماض والقواعد؟ سمينا هنا أكسيد ماذا؟ مترددة أكسيد مترددة أو متذبذبة أو أنفوتيرية كل الأسماء الثلاثة صحيحة السؤال الرابع أول أكسيد الكربون هو أحد أكسيد الكربون الذي لا يتفاعل مع الأحماض ولا مع القواعد بما أنه لا يتفاعل مع الأحماض ولا يتفاعل مع القواعد حتى أنه لا يتفاعل مع الماء فما الاسم الذي يطلق على هذا النوع من الأكسيد يا ترى؟ الأكسيد التي لا تتفاعل مع الأحماض ولا تتفاعل مع القواعد صنفناها على أنها أكسيد ماذا؟ متعادلة نعم أكسيد متعادلة أول أكسيد الكربون سي أو أحد أكسيد الكربون جميع السؤال الخامس ملئت ثلاثة كؤوس زقاقية بمقدار نصف لتر من ماء مقطر ووضيفت بذع قطرات من دليل العام وضيفت بعد ذلك ملعقة واحدة من كل أكسيد من الأكاسيت الآتية إلى كل كأس زقاقية ما اللون الذي يتغير إليه كل محلول بعد إضافة الأكسيد؟ إذن لدينا ثلاثة كؤوس تحتوي على نفس الكمية من الماء وضيف لها دليل عام طبعا الدليل العام أن إضافته في الماء سوف يكون لون أخضر لأن الماء هنا ما مقطر يعتبر متعادل سوف تكون كلها في البداية لونها أخضر بعدين تم إضافة ثلاثة أنواع من الأكاسيت في كل كأس أكسيد في الكأس ألف أكسيد اللي هو الفوسفور في الكأس باء أكسيد الماغنيسيوم في الكأس جيم أكسيد الألمنيوم إذن نتوقع أن هذه المحاليل سوف يتغير لونها طبعا لأن الأكاسيد هذه شيء منها حمضي وشيء منها قاعدة وشيء منها متعادل أو متردد فنشوف من ما هو اللون الذي نتوقع أنه يتغير مثلا ألف إلى الأخضر باء إلى الأحمر جيم إلى الأزرق إلى آخر دعونا نستقري الشكل أو الكؤوس الثلاثة عندنا هنا أكسيد الفوسفور وهو أكسيد لافلزي والأكسيد اللافلزي يكون ماذا؟ حسب القاعدة العامة أكسيد حمضي جميل أكسيد الماغنيسيوم هو أكسيد فيلزي والأكاسيد الفلزية حسب القاعدة العامة تكون ماذا؟ أكاسيد قاعدية إذن بيكون هناك أكسيد قاعدي AL2O3 قلنا هناك مثالين فقط AL2O3 وZNO وأيضا موجود اللي هو الفوسفور والقصدير هذه ما لها لا تتفاعل مع الماء تتفاعل مع الحماد القاعد صح لأنها تعتبر متردل لكنها لا تتفاعل مع الماء نتوقع إذن عند إضافة AL2 أكسيد ألمانيوم إلى الماء لن يتغير لون الماء فسوف يظل مثل ما هو الماء في لونه المتعادل وهو الأخضر إذن هذا مباشرة بيكون لونه ماذا أخضر قلنا لماذا أخضر لأن أكسيد الألمانيوم لا يتفاعل مع الماء صلب لا يذوب في الماء إذا لم يتفاعل مع الماء إذن لن يغير من خصائص الماء فسوف يثبت على حاله فسوف يكون لونه أخضر الفيصل هنا ماذا؟ أكسيد الفوسفور وأكسيد اللي هو الماغنيسيوم فهذا أكسيد الفوسفور اللي هو في الشكل ألف إذا كان أكسيد حمضي نتوقع أن يكون لونه ماذا؟ إذا وضعنا الدليل العام سوف يكون لون الدليل العام ويش؟ بيكون لونه مثلا أحمر أو برتقالي لأنه حمضي بيكون لونه أحمر حسب القاعدة العامة أما الأكاسيد القاعدية عند إضافة الدليل العام فيها وتحول المحلول إلى أكسيد قاعدة مع الأحماض والقاعد قبل شوي قلنا إلا أكسيد الألمانيوم يعتبر أكسيد متردد شيء طبيعي لأنه يتفاعل مع الأحماض والقاعد أي العبارات التي يتصف هذا الأكسيد إذن بما أنه يتفاعل مع الأحماض والقاعد فهو الألمانيوم أصلا فلز فنقول هو أكسيد فلزي متذبذب الإقابة هي دال هو صح أكسيد فلزي لكنه ليس متعادل لكن هو أكسيد فلزي متذبذب سؤال واضح السؤال السابع ما النواتق التي تتكون عند تفاعل أكسيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك؟ أكسيد الصوديوم قاعدة أكسيد قاعدي عندما يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك حمض فهذا التفاعل سميناه تفاعل تعادل فالناتق هو ملح وماء ملح وماء نشوف الإختيارات الثلاثة أي اختيار لا يتواجد فيه الماء أو لا يوجد فيه الماء يعتبر خاطئ إذن ألف لا يوجد فيه الماء با نعم يوجد به الماء قيم لا يوجد به الماء دال لا يوجد به الماء فتكون الإقابة هي ماذا؟ با النواتق هي H2O و NaCl Na الأيون الموجب قادم من الأكسيد القاعدي هو السوديوم والCl أيون السالب قادم من الحمض الهيدروكلوريك تمرين ستة ثلاثة موجود عندكم في الكتاب تتميز أكاسيد الفلزات عموما بخصائص طبعاً مجموعة من العبارات و مجموعة من الكلمات مطلوب أن نكتبها في الخانات المخصصة لها في الفراغات تتميز أكاسيد الفلزات عموما بخصائص ماذا؟ إما تكون خصائص حمضية أو خصائص قاعدة و أكاسيد الفلزات قلنا أن خصائصها إما ذا تكون قاعدية بي TES أكاسيد لافلزات عموما بخصائص حمضية مقارنة مع الكاسيد الفلزات يعد نقط أحد الأمثلة على الأكاسيد الحمضية إذن من الأمثلة التي موجودة في رأس السؤال تعد من الأكاسيد الحمضية الكاسيد الحمضية هي كاسيد لافلزات فمن هنا أكسيد لافلزي اللي هو ثاني أكسيد الكربون إذن ثاني أكسيد الكربون سوف أكتبوه على شكل صيغة كيميائية بينما يعد أحد بينما يعد أحد الأمثلة على أكاسيد القاعدية الأكاسيد القاعدية هي أكاسيد فيلزات من هنا في الأمثلة يعتبر أكسيد فيلزي وهو أكسيد الكاليسيوم سوف أكتبوه على شكل رمز بطريقة صيغة كيميائية تعد بعض الأكاسيد الفلزات كالماء من الأكاسيد إذن الماء قلنا لا يتفاعل مع الأحماض ولا يتفاعل مع القواعد ويعطي خواصا ولونه أخضر إذا وضعنا فيه وهو الدليل العام فيعتبر من الأكاسيد المتعادلة ومثال آخر على هذه الأكاسيد هو ايش المثال قلنا أول أكسيد الكربون وقلنا الماء وقلنا أكسيد النايتروز أيضا يعتبر من الأكاسيد المتعادلة هنا موجود عنده في السؤال أحادي أكسيد الكربون اللي هو CO يمكن أن تكون بعض أكاسيد الفلزات نقط مما يعني أنها قد تتفاعل مع و يمكن أن تكون بعض أكاسيد الفلزات متذبذبة إذن أكاسيد الفلزات ليس كلها أكاسيد قاعدية في بعض منها تكون ماذا؟ متذبذبة متذبذبة يعني مترددة مما يعني أنها قد تتفاعل مع إذن بما أنها مترددة أو متذبدة فإنها تتفاعل مع الأحماض والقواعد مع الاثنين ويعد أحد الأمثلة على هذه الأكاسيد إذن من المثال الذي وضع في رأس السؤال ويعد من الأكاسيد المترددة هو أكسيد الخارسين ZNO الخلاصة أعزائي الطلبة لدرس اليوم أكاسيد الفلزات نوعين إما أن تكون أكاسيد قاعدية وأمثلة عليها مثل ما وضح لكم في الشاشة أكسيد المغنيسيوم أكسيد الكاليسيوم أكسيد البوتاسيوم أكسيد النحاس أكسيد الحديد أكسيد الصوديوم وأكسيد النحاس أكسيد الحديد الثنائي أكسيد الحديد الأحادي أكاسيد متذبذبة وهي أكاسيد فلزات ممكن تكون ZNO أكسيد الخارسين أكسيد الزينغ وأكسيد الألمنيوم هذه هي الأكاسيد الفلزات على نوعين أكاسيد اللافلزات كذلك تكون على شكل نوعين ممكن تكون أكاسيد متعادلة مثال عليها أن ثلاث أمثلة هنا H2O وCO وNO ممكن تكون أكاسيد حمضية SO3 SO2 ثانيوكسيد الكابريت ثانيوكسيد الكربون هماسي ثنائي الفوسفور ثانيوكسيد النيتروجين وثانيوكسيد السيليكون ثانيوكسيد السيليكون أيضا يعتبر من الأكاسيد الحمضية وبهذا نكون أعزائي الطلبة قد أنهينا درس اليوم أتمنى أن تكونوا بيطيئ بحال ونلتقيكم في المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر